زاد عشان ننوحي المالية ان انا حاولت تساوي بايش طب ما انت بمنطقة صراحة فاطل ليك فلوس في الاهلي في فرق مختلف تماما ايه هو بقى انا النادي الاهلي على فكرة انا اول مرة كنت في نادي الاهلي ومشيت رحت لتحادس كان داري ستة شهور بعد كده رحت قازمه سنة والدي كان راح يصلي مرة لقى كابتن عماد اليماني اللي هو قدر نادي الاهلي قال له لو انت على ده محمد ليه شيك كان فيه مستحقات انا معرفش اصلاً فاندي الاهلي محترم فلوسك مضمونة مية في المية مفيش حاجة اسمها حد يقعد بقى يلف ويدوره كلام ده يعني انت اصلاً مفعرفش انت ليه كان في الاهلي والله العظيم معرف بالزبط اه اراوند حاجة او ممكن دلوقتي يعني انت دلوقتي بيكلموك وما سيقولك تعالى ليك فلوس جزء اه ليك فلوس مع اللعيبة يعني كل ما اللعيبة كل ما اللعيبة ده هو الرجل طلع قال لي كلنا لينا فلوس حايز اقولك حاجة محمد فضل برضو ليه فلوس عمرنا مسماً ان اقتلعت قلت مسلاً يا فلوس حد الاهلي لا يمكن لا يمكن والله العظيم الفلوس دي كانت عدم يعني انا كنت ماشي وكنت متناظر عنه والله العظيم لقيت المسؤولين في نادي الاهلي بيتكلموني انت ليك كذا 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 وبطلع لك مع العيبة وده حقك والوضع كذا عشان هو ده الاختلاف عشان كده نادي الاهلي فيه ساعات زي ماتش الكونفيدرالية اخر دقيقة بتجيب جون عشان انت ما بتاكلش حق احد فعني ربنا بيكرم عشان الناس دي عندها بتراعي مصالح الناس يعني فعشان كده في اخر دقيقة بتجيب جون عكس النادي اسموحة اخر خمس مباريات تتفرج حصل ايه وعلى فكرة دي دعوة مني يعني كنت داعي عليهم بصراحة يعني خلاص عفو الله عن مسالة وكده انت برضو العيب كبير لا 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 مش موضوع فلوس خالص موضوع ان انا اتقال لي جملة من من حد في النادي اسموحة قال لي اللي عندي والد الكفر دي اللي زعلتني يعني انا اي حاجة لو كان اقال لي خلاص احنا دخلنا في مشكلة والاتحاد الكورة او يعني فوت او اي حاجة ممكن اي حاجة تمشي لكن واحد يقول لي عندي والد كفر هاي دي يعني زعلتني اوي اوي فقلت حسب الارعم الوكيل لو انتوا ظلمتوني وهيبان والحمد لله خلاص الحمد لله خير وخير لانديها كلها